بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساسي ذاتي الكرام طالبتي الأعزاء أهلا وسهلا بكم في حصة رقم أربعة من سلسلة الحصص القصيرة في هذه الحصة سوف ندرس سجلات بالقلبات جماعة زينا ندرس سجلات أول حاجة وش لازم لي؟ لازم لي نسئل روحي نسئل نفسي وش هو الهدف دراسة سجلات سنة ثلاثة الإجابة بسيطة جدا ندرس سجلات لكي نتحكم في تغذية الوشائع محارك خطوة خطوة بتتابع سؤال مطر وش هو المحارك خطوة بخطوة محارك خطوة بخطوة كما كم تلاحظوا هو عبارة عن تركيبتين تركيبة الأولى هو ساكن يحتوي على أساسنان كل سن ملفوف فيه الوشائع والتركيبة الثانية وش هي دوار عبارة عن مغناطيس دائم وش معنى تجمع؟ كلما تمغنط الوشائع دوار يدور لو كانت مغناط الوشائع الخضراء دوار يدور بتسعين درجة هذه الزاوية تسعين درجة يسموها خطوة لو كانت مغناط الوشائع الزرقاء زيدي دور تسعين درجة إذن محارك خطوة بخطوة وش وظيفته؟ هو دواران بزاوية معينة تلك الزاوية تسمى بخطوة إذن من هو المسؤول عن تغذية الوشائع بتتابع؟ إذن المسؤول هو طابق التحكم الذي هو عبارة عن سجل إزاحة دواران يمين أو يصارج ما اوش معناتها؟ نهالي تدوس السجلات ركزوا على سجلات إزاحة حلقية أو دوارانية عليها لازم نحتاجها لأنه محارك يدور باستمرار يدورها ثنين ثلاثة أربعة إلى أخي وش معناتها؟ يجي تدوس السجلات وتحب دي غير حواج مفيدة أركز على سجل إزاحة حلقي أو دواران جماعة زينا بما أنه هذا المحارك خطوة بخطوة يحتوي على أربع وشائع لازمني السجل هذا يتكون من أربع قلبات إذن قده لازم يخط واحد اثنين ثلاثة أربعة وكما كنت لاحظوا لكم نربط سجل إزاحة دواراني مباشرة في مترابة أبا ما الذي يحدث سوف يتلف السجل بسبب تيارات تحريضية ناتجة عن تحريض ذاتي للوشائع وعلى بالكم باللي قلبات هي مجموعة من دوائر مندمجة وهذه دوائر مندمجة حساسة للتيارات العالية إذن في هذه الحالة كيف نحلو المشكل إذن كيف نحلو ما بين طابق استطاعة أو طابق التحكم نديره طابق جديد هو يسمى طابق التضخيم وهذا الطابق التضخيم جمعة زينة وشي هو؟ هو عبارة عن مجموعة من المقاحل إذن بما أنه عندي ربع قلبات لازم لي ربع مقاحل كل مقحل نرطه في الوشعة واللي تضخم الطيار للوشعة إذن هذا هو المخطط الوظيفي الذي سيعطى لكم في البكالوريا نهار لجيكم الأسئلة على سجلات إذن طابق الأول يسمى طابق التحكم قادر يمدد لك به سجل إزاحة يمين دوراني ولا سجل إزاحة يسار دوراني بعدها وشي جي بعدها يجي طابق التضخيم قادر يمدد لك بالمقاحل قادر يمدد لك بالمقاحل دلانتون احتقرهم في المستقبل ولا مقاحل مصفات كذلك احتقرهم في المستقبل وطابق الأخي يسمى طابق الاستطاعة واللي هو عبارة محرك خطوة بخطوش وظيفته تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية دورانية جماعة بهنفهم كيف يمشي والسجل كيف يمشي إذن في الحالة الابتدائية سجل الشح يكون يكون أصفر إذن سجل عنده حاجة لازم تحققها الوشيوة لازم تشحنه بالقيمة الابتدائية هذه طريقة الشحن كينها نوعين كين شحن تساسوذي وكين شحن تفرع يجمعهم لا تخلقوا من بعد نشوفهم إذن نحن نعتبره شحنها شحن تساسوذي شحنها بالقيمة الابتدائية صفر 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 وواحد كما كنلاحظوا للقلاب الأول أدى الى تلمغنط الوشيعة صفر فدار الدوار نحو اليمين بزاوية تسعين درجة بخطوة بان زيد الدوار متربعة لا part lion تلزموا لذين درجوا إلى اليمين كل ما تأتي إشار 9 يزح إلى اليمين سأتي إشار $9 يزح إلى اليمين مما أدى الى الضرقة فدار الدوار بث astronauts 90 درجة نحو اليمين وصف 여�زيك إزار ث جيد 30 سيزعل وزيح إلى اليمين و الإبتاع من فضلك الزائف هذه هي 90 درجة لذلك هذا السجيل الوشي يكون يمين لسجل إزاحة أمور دوارا لذلك أعريد أن نعكس إتجاه دوارا المتربى بمشاهد الارتين من فضلك تقضية الوشي وكيف نعكسهم ؟ نعكسهم عن طريق سجل إزاحة يسر دوارا فهذا الشيء أعكس له إذن إذا كان يطلع ي hopes of your path كان في الأعلى دواراه نحو اليسر 90 درجة ثم نعكسك البرز 90 درجة بعدها نزدى 90 درجة بعدها نرجح لحالة الابتدائية إذن بنتحكمه في محرك خطوة بخطوة لازمني سجيل هو اللي يتحكم في تغذية الوشائه وبما أنه المحرك قاد نديره الدور في اليمين لازم نخدمه سجيل إزاحة يمين دوراني إذا حاب نديره الدور في الياسة لازمني سجيل إزاحة يصار دوراني إذا حابوا يدور على الاتجاهين لازمني سجيل يخدم هذا النمطين مع بعض إذن نسأل رحي السؤال ما هو وظيفة سجيل إزاحة لازمني سجيل إزاحة نكتب وظيفة السجيل هو التحكم في تغذية الوشائع محرك خطوة بخطوة بتتابع إذن جمع زينا اللي حب يفهم محرك خطوة بخطوة واللي حد تدرسه في الوحدة السلسة مش يشارط تدرسه ذركه بس عن هالي تدرس المحركات اللي حب يحوس على الفيديوهات كي ينثث فيديوهات الفيديو أول محرك خطوة بخطوة جزء أول الفيديو الثاني محرك خطوة خطوة جزء الثاني وتحكموا فيه بدارة SAA 1027 إن تدرسه في المستقبل والفيديو الثالث هو محرك خطوة خطوة جزء الثالثة جماعة ماشي مطلو منكم تدرسوا محرك خطوة خطوة في هذا الوقت النهار اللي توصلوا الوحدة السادسة مطلو منكم تشاهدوا هذا الفيديو جماعة زينا بعد ما كملت المقدم على سجيل إزاحة فاصل ثم نواصم النوع الأول تتخدم سجيلة بإستخدام القلبات النوع الثانية تتخدم سجيلة بإستخدام دارة منديمجة سجيلات بإستخدام قلبات D ستدرس دارة من أجل 1978 كما كم تلاحظ هذه الدارة فيها 24 قطب وهذه الدارة وش نسميها سجل عام والله شامل لماذا سميت سجل عام مع انت اي شحن يجي في رسك تقضيه تطبقه عن طريق واش عن طريق نمط التشغيل اس سفر واس وواحد احنا الحصات يعنا راح تختص بقل سجل باستخدام قلبات دي لذلك اجمع هذه الحصة خاصة بالملخص اللي هتخدمه اللي يحب يتعمق اكثر ويتكون اكثر يروح بعد ما يكمل هذه الحصة يروح شوف الحصة التفصيلية اللي هي حصة 25 و 26 و 27 و 28 و 29 هنا راح تلقوا كل اجوبة على تساؤلات التواقم هاي جمعنا رجعوا سجلات باستخدام قلبات دي بالنسبة لقلبات دي جمعه كاينين ربع انواع مهمة هذو اللي تخدموا بهم هو الخاصة التواقم وش ما ربع انواع مهمة نوع الاول هو الشحن التفارعي ازاحة يمين دورانية حلقية مع انت هذو سجلات نهار لتدوس سجلات ركز على حاجة سموها دورانية حلقية كما قلنا في بداية الحصة على هنو دوسوا سجلات بانتحكموا في دوران محارك خطوة بخطوة اذا بالنسبة لقلبات دي جمعنا ربع سجلات اساسية السجل الاول هو شحن تفارعي ازاحة يمين دوراني حلقي كذلك كاين شحن تفارعي ازاحة يصار دورانية وكاين نوع الثلاثوشي هو شحن التسلسولي ازاحة يمين دورانية وكاين شحن تسلسولي ازاحة يصار دوراني وجمع هذا واحد تفهموا كامل وانشاء الله باذن الله نقلبهمكم بس بوسة حصاتكم قال ليوم شحن تفارعي ايزاحة يمين دورانية وشحن تفارعي ايزاحة يمين دورانية وجمع زيناء كيف تعرف باللي طلب مننا تصميم سجل وهذا السجل وشي هو نوع الشحن التفارعي ونوع الإزاع التفارعي ويمين دوراني بتعرف الإجابة لازم تعلم تقرأ وثائق صانع إذن لا يعطيك وثائق صانع يعطيها لك ثلاث طرع قادم يدهلك بهذا الشكل وهذا أكثر الشكل اللي يطرحه في البكالوريا كما كنت لاحظوا هنا يعطيكم سجل إذن كيفية تعرف بالليه سجل وهو شحن التفارعي بلا ما يكتب لك حتى حاجة إذن نروح للمداخل إرغام هنا وش أعطي لك؟ توق 거ح عندما نستخدموا مداخل إرغام على واحد أن توقف الإنسان إ Hoa Hoa. هذي بديس بال شحن ثاني حاجة كيفية تعرف بإزاحة يمين وكيفية تعرف بللي حلقي ولا مشي حالة إذا بجد عرف إزاحة يمين وشي مدلك يمدلك مدخل القلب الاول اللي هو department ما ليش دي دي رأيكم تشوفوا من بعدها المعلومة كي أو شي دير يقلد دي ا ومن بعدها المعلومة من كي ا طرح الكي بيمينا بعد اتبعي كيسي يميناً وبعد كيدي تروح الكيدي يميناً إذاً وش هو النوع الازاحة كماكم تلاحظوا ازاحة نحو اليمين لو كان عن طارقديدي ما عندها تريد تمشي بالعكس صاير بعدك فتا عارفوا باللي حلاقي لاحظوا معي كيدي وش تلاحظوا كيدي وين عاودت هاتف رجعت المدخل القلب الأول بهذا الشكل إذاً وش هو النوع الازاحة إزاحة حلاقية إذاً كي يعتلك هذا المخطط الوظيفي إذاً وش هو النوع التفارع بما أن كان P slash A شحن تفارعي وبما أنه كان المدخل القلب الأول أو المعلومة تمشي نحو اليمين معناتها إزاحة يمين وبما أن القيمة الأخيرة بالمخرج رجعت القيمة الأولى للمدخل معناتها حلقي إذا وش يونيق في هذا السجل شحن تفارعي إزاحة يمين حلقي أو دورا هذا الاحتمال قادر يجيب كثيرا احتمال الثاني قادر يميد لك P slash A معناتها شحن تفارعي ما يميد لك إزاحة يمين دورا يكتبها لك في وسط المخطط الواضح يكتب لك إزاحة يمين حلقية هنا كما يقوله صعب لك خدمة شوية حابك أن يشوفك كيف تقلبها دواراني هكذا هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثلاثة يواجمع قادة يكتبها لك مباشرة على شكل سؤال يقول لك صمم سجل إزاحة يمين دوارانية ها أعطاها لك اكتبها لك هنا يشحن دفعة واحدة بالقيمة مع أنت دفعة واحدة مع أنت قلبت شحنه دفعة واحدة بقيمة 0011 كتلقى هذو الأشكال ثلاثة أعرف بال اللي راح يطلب منك سجل شحن تفرعي إزاحة يمين دوارانية أو حلقية جماعة زينب هنا في ممليح ثبتوا المعلومات مليح لازم نعطيكم تمارين بسيط من هذا التمارين راح ثبت كل معلومات في رأسك إن شاء الله إذا نعطيتكم هذا التمارين أعطيتكم مخاطر الوظيفي كما هنا في هذا السؤال طلب منك إكمال تصميم منطقي لهذا السجل علما أن قيمة الشحن الابتدائية هي 10000 مع أنت كي آه نشحنه بالواحد نرغمه على واحد القلبين نرغمه على صفر وكيسي نرغمه على صفر وكيدي نرغمه على صفر جماعة وأعطيك هنا ربع قلبات هنا في هذه الحالة وبهترسم هذا السجل لازم تعرف تقرأ وثائق صانع لازم تقرأ المخطط الوظيفي المعطة من طرفها الصانع هاي شمع نقرأ أول حاجة قبل ما نقرأ هذا المخطط الوظيفي لازم تكون عندي استراتيجية نخدم عليها استراتيجية وش تقوله لازم تعرف تعرف شكون اللي يتمدئشات الساعة للسجل ثاني حاجة لازم تعرف النوع الشحن هل هو تفرعي أو أو تسلسولي ثلاثة لازم تعرف دوع الإزاع هل هي يمين أو يمين دورانية أو يسار أو يسار دوراني هذو الاستراتيجية نطبقهم في ثلاث هاي نبدأ باستراتيجية اللولة هي إشارة الساعة ونطبقه ونروح ندوص المخططة الوظيف جماعة شوفوا إشارة ساعة شكون يمد إشارة ساعة للسجل هي إشارة ساعة آش هذي آش جاية قادرة تكون من أن أو خمسمية خمسة وخمسة وخمسين قادرة تكون من بوابة نفسي أمواز وهنا كان بوابة أند وعطى لي مرحلة أسموها إكس 13 جماعة هذه المرحلة إكس 13 هتقرأها في المتامين إن شاء الله في المحور الثاني في الوحدة الرقم الثنين ثلاثة وش معناتها مرحلة ثالثة من أشغولة واحد إذن هذه المرحلة وش وظيفتها وظيفتها إذن إذن وبما أنه هذا مخطط الوظيفي سجل إزاع معناتها وش وظيفتها إكس 13 إذن بالإزاح صحيح إذن كما كنت لاحظوش كون من إشارة ساعة كنا بوابة أند فيها مدخلين آش وإكس 23 إذن هنو ش ندير نصمو بوابة أند نرطوه بالقلب الأول مدخل إشارة ساعة قلب الأول إذا هنا نكتبه آش وهنا نكتبه إكس 23 من بعدها كيف نكمل إشارة ساعة قلب الثاني وثالث ورابع لازم نسأل روحي سؤال وش هو السؤال هذا التصميم المنطقي المددولي هل هو تصميم عداد أو سجل إحنا جمعنا نفتح السجلات شمعنا أعطيتكم هذه الملاحظة لاحظ جماعة كتمدهم أسئلة للسجلات من كثرة خدمة العدادات يخدم لك العداد ومو يفقش إذن وش معناتها كي يعطي لك القلبة دي ما سألوحك إلى سجلات وش لك عداد. gotta use uhmentだ's or одном It doesn't work.увати but it doesn't work عكس العددات ستشوفوا حاجة اخرى. اذا اول حاجة ما معناتها بما انه سجل متزامن مداخل اشاط ساعة لكل قلابات عندهم نفس اشاط ساعة مشتركة. في هذه الحالات كملت استراتيجية رقم واحد لها اشاط ساعة. روحوا اثنين. اثنين اللي يجب علينا نعرف نوع الشحن. نعرف نوع الشحن نعطيتها لكم قبل عن ناثف احتمالات. احنا عطيتنا احتمال اول. اعطى لي هنا اكس عشرة هلية شحن. اعطى لي بي سلاش اير. اذا هنا اسكوب بي سلاش اير وظيفت الشح ولا المسح. بما انه كين مداخل ارغام على واحد. وفي نص الوقت كين مداخل ارغام على صفة. مع انتها سنشحن قلاب. رح نشحن القلابات دفعة واحدة. وين تلقى بي سلاش اير. ولا كلير سلاش بروسات. ولا تلقى اير سلاش ايس. اهنا وش نقولوه هنا وظيفتهم ووظيفتهم الشحن إذن هنا ما هو شحن شحن تفرعي أعرف شحن تفرعي إذن عرفت الشحن هو شحن تفرعي إذن ما هي قيمة الشحن تفرعي كما تلاحظون كي A 1 كي B 0 كي C 0 و كي D 0 و ما يقوم بعملية الشحن القلبات اللي هي X 10 ما علينا زدنا بوبة نوت هنا لأنه في المراحل أي مراحلة تنشر تمدلي واحد منطقي و عندما داخل الارغام اللي عندنا باش يمشي و يمشي بصفر منطقي الواحد ما يقدش ينشط و ما نقلبه ينشط و ما نزيده ننفيه إذن ماذا تولي تولي X 10 ما علينا تولي 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 تنشر إذن ها نكمل استراتيجيا رقم 2 إذن نرسمه X 10 اللي شو وظيفتها هي مرحلة X 10 جمعة شو وظيفتها هي مرحلة ابتدائية من أشغوله 1 وبما أنه مربوطة بال و ما علينا وظيفته شحن سيجيل بالقيمة الابتدائية اللي هي 1 0 0 0 إذن X 10 و شو لازم نزيده لها نزيده لها بوابة نوت باتولي تشحن بالصفر بعدها هذه البوابة مخرجت على البوابة إذا كان القلاب يتشحن بالواحد نرطوه بالبروسات و إذا كان القلاب يتشحن بالزير و نرطوها بالكلير ها يجمعنا نشوفه نرسمه بهذا الخط إذن كي A باش نشحننا هنا فرضها علينا يتشحن بالواحد معندها هذا الخط باش نرطوه نرطوه بالبروسات تعقلها باش نشحنه بالقيمة 1 و رحو القلاب الثاني كي B قيمته 0 وش لازم نشحنه بالزير وش كون يشحن بالزير بروسات ولا كلير ليشحن بالزير هو الكلير إرغام على صفر و رحو القلاب الثالث كي C باش نشحنه بالزير إذن باش نرطوها نرطوها بالكلير تعقلها بالسي و القلاب الآخر كي دي واشي القيمة الإبديدة أو زيرو معندها نرطوها 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 بقيمة صفر كما تلاحظوا الولا بروسات معنى هذه واحد وهذه زيرو وهذه زيرو وثقا للقيمة اللي اعطاهنا الصانع من بعد جماعة بعد ما كملنا القيمة الإبتدائية عندنا المداخل إرغام غير مستعمل المداخل إرغام غير مستعمل لو كنخليها فارغة رح تكون نشيطة بس كولها لو كنتخليها فارغة معنى تعطيتها زيرو وزيرو حين نشطها هي تنشر بزيرة وش لازمني لازمني نقاملها وش لازمني نعطي لها نعطي لها واحد منطق إذا ما داخل إرغام متبقية نكملها بواحد منطقي واحد 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 هنا يكملت نوع الشحن ذكرها الاستراتيجية الثلاثة وهي نوع الإزاحة هل هي يمين يمين دورانية يسار ولا يسار دورانية لازمني نشوف المخاطط الواضح إذا ما اطالي في المخاطط الواضح اعطالي المدخل قلب دياء لول ل Thanks for Qu sex إذا ما تقلع لodo ما فهو إذا يدورانية وهو هل هي دورانية ام غير دورانية إذا كنت لاحظوا كنت وصل معلومة هنا كيدي وين تعود ترجع؟ تعود ترجع الديئة. إذا ما هو إزاحة يمين دواراني. أجمع لكم ما أعطى لك هذا الخط؟ الرجوع هنا ما نقوله إزاحة يمين فقط. إذا ما هو هذا السجل؟ شحن تفارعي إزاحة يمين دواراني. هذه أجمعها نجستوها. إذا نبدأ بالقلب الأول. قبل أن نبدأ بالقلب الأول لازم نخدم بيدين المساعدتين. بعدها ما نرسمه؟ نرسمه إتجاه اليمين. ما هو الإتجاه اليمين؟ نرسم خط من يد اليسار حتى يد اليمين. هنا هل ستلاحظوا يدية سيعدني بأن أعرف إتجاه اليمين؟ بعدما كملت الجمعاء، نبدأ بالقلب الأول نبدأ بإلحال دي بي. بعدها المعلومة تخرج من كيبي وين تروح دي سي. بعد المعلومات من كيسي وين تروح ديدي جماعة التونس يدري المعلومات تخرج من المخرج تروح المخرج ما كاش منه كيسي يمد الطيارة وين يروح يروح المدخل ما يروحش المخرج صحيح إذن لو كان نخلي رسمه بهذا الشكل إذن هذا الشكل هو شي ولي إزاحة يمين فقط بما أنه إزاحة يمين دورانية إذا المخرج الأخي كيدي وين يعود يرجع يرجع المدخل الأول دي اب هذا الشكل وهنا يا رك صممت سجل شحن تفرع إزاحة يمين دوراني. جماعة آخر حاجة وش بقاتلي؟ بقاتلي المخارج إذن كي او كي بي وكي سي وكي دي فاش يتحكم وكي او يتحكم في الوشعة الوح تعمل محرك خطوة بخطوة. كي بي تحكم في الوشعة الاثنين إلى غاية كي دي تحكم في الاربعة. اللي حب يرسمها عادي إذن كي او ترسم السهم. هذا السهم اللي من رايح الوشعة الوح وكي بي رايح السهم الاثنين وكي سي رايح السهم الثلاثة وكي دي ون رايح السهم الاربعة وهنا يا جماعة مبروك عليك ركملت سجل باستخدام قلابات. نوع شحن هو تفرعي. نوع الإزاحة يمين دوراني. جماعة زيناء قادة اجيكم أسئلة أخرى في سجل إزاحة يمين دوراني. وش قادة يطلب منك في هذه الحالة؟ قادة يطلب منك إكمال جدول إزاحة. يعطي لك الجدول بهذا الشكل يقول لك كمل هذا الجدول. جماعة أول حاجة كوني يشحن سجل اللي هو X10. إذن بما أن أعطي لك X10 في هذه الحالة بدأت تسوي واحد. اكتب واحد نرى. اكتب واحد. X10 وشي صارت تنفات ولي zero zero هذي وين تروح؟ تروح البروسيت تعقلب الأول. وتروح الكلية تعقلب ثاني وكلية تعقلب ثالث وكلية تعقلب الرابعة. إذا البروسيت هذه الجماعة عطيت لها zero. راح تكون نشطة مع أنتها إرغام على واحد. قلب الثاني كلية تعقل زيرو. إرغام على زيرو قلب الثالث نشطة لك لإرغام على زيرو. قلب الرابعة نشطة لك لإرغام على زيرو. إذن وشي القيمة الابتدائية لما X10 تسوي واحد. كي A يسوي واحد. كي B يسوي صفر كي C يسوي صفر وكي D يسوي صفر من بعد أجماعة X10 هنا وشي ولد زيرو؟ مع أنتها انتهت المهمة التاحة. مع أنت X10 كتكون واحد تشحن القلابات نهار ديزاكتي فيها صحيح. انتهت المهمة التاحة. من بعد أجماعة وش نكملو نكملو باقي خانتها السيجي. هيا بها نفهمو لازم نديرو أسهم المساعدة. إذن قلنا السيجي الإزاحيامي ومش معناتها؟ المعلومة من قلب الأول وين تروح؟ بالسهم تروح للبي والمعلومة تقلب الثاني تروح القلب السي. معلومة تقلب سي وين تروح للدي. والمعلومة تقلب دي وين تعاود الدور؟ تروح القلب للأ. إذن في هذه الحالة وش نوع نوض نرسمه؟ بهذا الأسهم نعود نرسمه في الجدوى. إذن معلومة من قلب البي والكي بي تروح للسي وكي سي تروح الكي دي. هذه الأسهم المساعدة بها ما نغلطوش في الإزاح. إذا هنا إذا نجمع القيمة الجديدة بنسبة الكي بي. وش تقلد؟ تقلد قيمة سابعة كي ا. كي ا. وش تسوي واحد. إذن هنا وش تكون سوي واحد. كي سي وش تسوي تقلد كي بي وكي دي جديدة وش تقلد كي سي. والكي ا الجديدة جمع من ترح لها وش تقلد تقلد كي دي. كما كنت لاحظت هناك كي او شي يقلد؟ نرى سي من يجي. يقلد كي دي. إذن وش نكتب هنا؟. نكتب صفة. زي نعود ونضم نفس الأسهم ثلاثة. بهذا الشكل. إذن كي بي الجديدة تقلد كي ا. السابقة اليا زيرو. نكتبه زيرو. وكي سي الجديدة تقلد كي بي سابقة اليا واحد. وكي دي الجديدة وش تقلد كي سابقة اليا زيرو تقلد الكي活ئ السابقة عادت القادمة الدراسة Agadee تقلد كيهر السابقة بكثير من العمل تقلد كيستي السابقة الثاني تقلد كيهر السابقة توجد كي سابقة وكيهر السابقة بكثير من العمل ما تetry alguma تفعل كيهر السسب هذه س loin طريقة بسيطة جداً ما في حتى إشكال نالي تصوم الأسهم كل شي ولي لك بسبوسة إذن كي بي وشي قلد كي أسابق معتها زيرو وكي سي قلد كي بي زيرو وكي دي السابقة الجديدة تقلد لي كي سي السابقة لي زيرو وهذه القيمة اللي بقات كي أتقلد لي كي بي السابقة لي هي واحد هنا نكتبه واحد هنا مبركة لي كملت جدول تشغيل جماعة بقاتكم مخططات زمنية وباقي الأمور تلقاها في الحصص التفصيلية أوكي أنا المذبية تقرؤ الحصص التفصيلية بيكون تكوين تاعك عالي ويولي الهدف تاعك مش بكالوريا فقط يولي هدف تاعك هو الجامعة وما بعد الجامعة جماعة كتكون مكون مليح راح تلقى خدمة بكل بساطة كتعد مكش مكون راح تعاني في حياتك وصعيبة تلقى وظيفة بسكو الشركات والمصانع يحوصوا على الأشخاص ليكون تكوين تاعهم عالي معناتها شركة ما يهموش الشهادة شركة يهموش كين في رأسك ملاخ جماعة زينان إن شاء الله تكونوا فهمتوا شحن تفارع إزاحة يمين دورانية حلقية روحوا النوع الثاني اللي نحن نخطمه بها الحصاء اللي هو كذلك نفس الشحن هو شحن تفارعي مي إزاحة وماشي إزاحة يمين إذن إزاحة وش هي إزاحة دورانية حلقية إذا نجمع بنفس الطريقة أول حاجة كيف أتعرف باللي يعطى لك شحن تفارع إزاحة دورانية يعطي لك مخط لازم تعرف تقرأ وثيقة الصانع هحيمد لك مخطط الوظيفي وش هتلقى أول حاجة بتعرفوا شحن تفارعي يكتب لك P slash R والله Kli slash preset ولا S slash R من بعد وشكم تلاحظوا 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 م البدء يس يصبح فيه يسار كيسي ومعضها كيبي ومعضها الكي آ ويكتب لك هنا ياسا حلقي هنا كما نقوله حبك تخدم أكثر كما هنا على ساعدك في هذا التركيب هنا مي هنا حبك تخدم أكثر ولا يقول لك صمم سجيل إزاحة ياسا دوراني يشحن دفعة واحدة بالقيمة واحد واحد زيرو زيرو دفعة واحدة هنا حبك تخدم أكثر أو أكثر إذا كي تلقى هذه المخططات الوظيفية ولا هذه الجملة القصيرة أعرف بالله أحمد لك سجيل يشحن تفارعيا ونوع الإزاحة يسار دوراني وبهنا فهمه أكثر أعطيتكم هذا المثال بهذا ثبت المعلومة هذا المثال مش أطاعتكم أطاعتكم مخططة الوظيفة هذا وطالب منكم إكمال تصميم منطقي علما أن قيمة سجيل تشحن بدفعة واحدة بواحد واحد زيرو زيرو مع أنتك كي نرغمه على واحد وكي بنرغمه على واحد وكي نرغمه على زيرو وكي نرغمه على زيرو بعد أن نكمل هذا السجيل يجب أن نعرف ندرس المخطط الوظيفي كما تلاحظوا أعطينا P slash Air ومعنتها شحن تفارعي طالب المدخل قلب الأخير المعلومة تمشي من كي دي تركيسي وكي بي تركي أو بعدها الدور إذا ما هو نوع الشحن هنا هو شحن تفارعي إذا حيصار حلاقية أو دوراني بعد أن نخدمه هذا السجيل يجب أن نعود نكتب الاستراتيجية تعيه وما هي استراتيجية تعيه؟ يجب أن نعرف نربط إشارة الساعة ويجب أن تكون إشارة متزامنة بسكو سجيل متزامن يجب أن نعرف نوع الشحن هل هو تفارعي أو تسلسلي يجب أن نعرف نوع الإزاحة هل هي يمين أو يمين دورانية أو يصار أو يصار دوران هيا أجمعنا نبدأ ونطبقه نبدأ أول حاجة بإشارة الساعة شكون اللي يمد إشارة الساعة؟ يمدها الاش وكان معها مرحلة ثلاثة من أشغولة أربعة اللي يسميها مرحلة اكس تلاثة وربعين اللي وظيفتها إذن وبما أنه هذا تركيب إزاحة معانتها إذن بإزاحة المعلوم إذا وش نديره في هذه الحالة شكون اللي يمد إشارة الساعة يمدها الاش وإكس تلاثة وربعين إذا الناس مبو بأن مدخل أول نربطه آش مدخل ثاني إكس تلاثة وربعين كما أعطيها في المخطط الواضي من بعدها بأن نكمل إشارة الساعة للقلابات نسأل رحي السؤال وش نحن نخدم؟ أسكو نحن نخدم تركيب عددات ولا نخدم تركيب سجلات بما أنه نخدم السجلات شمعناتها؟ كل قلابات عندها نفس الإشارة الساعة مشتركة إذا وش معناتها؟ نجيبوا هذه النقطة ك reflective الثاني شيء هو نوع السن وقلوك دي عندها نفس إشارة ساعة مشترك. هنالجما عشدنا ناخد منها إشارة ساعة وسجل هو متزامن عندهم معانتها مداخل إشارة ساعة وكل عندهم نفس إشارة ساعة مشترك. ثاني حاجة رحو النوع الشحن. كما كنت تلاحظون هنا أعطالي P slash R ولا Clear slash Pro Set ولا S slash R. كتلقى مع بعض معتها شحن تفرعين. هل تلقى Air فقط ولا Clear فقط معانتها المسح وهنا ويولي سجل وشوني وشحن تساسوني ونشوفوه الحصص القادمة. إن شاء الله إذا إذا كون يقوم بأمالة الشحنة جماعة عندي احتمالين عندي إما عن طريق اكس ربعين مرحلة ابتدائية من أشغولها ربعة تشحن سجل آليا والله عن طريق الإينيت. في شو معناتها إينيت وشو اسموها الشحن اليدوي يجي الشخص يضغط عليها تشحن قلبات تشحن دفعة واحدة واحد 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 زيرو زيرو معتها إينيت ستدخل فيها الإنسان. إذا جماعة في هذه الحالة وش نولون بيرو نشوفوا القيمة الشحن الابتدائي وش هي نرغم القلب الأول آ نرغم بالواحد والبي بالواحد والسي بالزيرو والدي بالزيرو وش كون يقوم بعملية الشحن عندي احتمالين إكس ربعين والإينيت. هنا بوابة أور بسكوا عندي أكثر من طريقة الشحن والبوابة أور عليها منفية لأنه ما داخل إيران باش تمشي. تمشي بالمستوى الأدنى. أي حاجة تمشي بالمستوى الأدنى لازم بوابة تكون منفية. على هذه الكتب لا تستطيع بوابة أور. درنا بوابة نور. سوف نقول لك. سوف نقوم بعملية إكس ربعين تصوي واحد منطقي واحد منطقي نفتع وزيرو وزيرو يشحن للقلبة. إذا ما نرسمه؟ نرسمه إكس عشرة والإينيت. نرطهم بوابة أور. والبوابة أور هذه لازم تكون منفية لأنه ما داخل إيران تشي بالمستوى الأدنى. من بعدها هذا الخط الأصلب ونرغمه. نرغمه نرغمه قيمة الإبتدائية لأعطاها لك. إذا نقلب الأول. كي آ نشحنه بالواحد مع أنتها ن قيمة الإستخدم البرصد هو إيران على واحد. نرطعه بهذا الشكل. والقطاب الثاني كي بي. باش نرغمها بالواحد معنتها. نرطه بالبرصد تاع قال بالقلاب الثالث هجمعها. كي سي stewards نسبة الظـر. مع أنت هذا بالرَطة بいきا تعقل بالثالث. وكي دي باش نرغموها باش نشنو بزيرو معنات ها هدا الخط نرتوه بالكليل معنات كين يشحن بالواح نرتو ببرسات كين يشحن بزيرو نرتوه بالكليل بعدها وشي بقنا المداخل الارغام المتبقية غير مستعملة بما انه غير مستعملة لازمنا ديزاك تيفي ونخملوها باش نخملوها تخملوها بالواحد منطقي. اذا هذي بدولها واحد 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 واحد. هنا يا جماعة بعدها كملت النوع الشحن التفرعي وشحنته بالقيمة الابتدائية. اخر عجوها وهي نوع الازاحة ونشرحوا نوع الازاحة كما كنتلاحظو اعطانا مدخل الاخي ايضا قلب ديدي والمعلومة كي دي قلب ديدي ومن بعدها المعلومة من كي دي وين طرح كي سي من الكي سي طرح كي بي يسارا ومن كي بي طرح كي أ يسارا ومن بعدها كي وصلت المعلومة كي أ عاودة ترجعة ديدي وش لكم تلاحظو يزاها وش هي ازاحه ومن بعدها وصل لها عاودة دارت مع أنتها شحن تفرعي إزاحة يسار حلاقية أو دوران هيا جمعا نجزد هذه الخدمة أول حاجة لنجب اليدية يساعدوني بها نعرف الاتجاه اليسار هذا هو الاتجاه اليسار مع أنت من يد اليمنى إلى اليسار هذا هو الاتجاه اليسار من بعدها نبدأ بلقلب الأول دي دي هو الأول أيها من بعدها المعلومة من كي دي وين تعود طروح طروح المدخل دي سي معلومة دي مطلح المدخل ترابطوا لكي دي ترابطوا هالبكيسي صحيح توم بعدها من كي سي معلومة وين تروح طروح دي بي بهذا الشكل بعد المعلومة من دي بي وين تروح طروح دي أب هذا الشكل ومن بعدها المعلومة قلنا دائرية حلاقية معناتها ملكي لا تنفذ بالعكس تعودوا إلى القلب الأول اللي هو دي دي إذن هذا هو شحن تفرعي إزاحة يسار دوراني معناتها نبدأ من دي دي بعد المخرجة معلومة تخرج من كي دي وين تروح دي سي بعدها كي سي قلت دي سي بعد المعلومة تخرج من كي سي وين تروح دي بي وبعدها تبقى دور يسارا كي توصل كي أ لا تنفذ تعودوا إلى دي دي إذن هذا هو شحن تفرعي إزاحة يسار دوراني وأخر حاجة جمعاء بقى لي المخرج ت commits في خلاك سجل فاش تحكم كما كم تلاحظوا كي قيم تتحكم في العaspة ل seal second, كي سي تتحكم في ا Th3 وكي سي تتحكم في MEL fourth تقديدا تعصموا أسهم أن ت經 무슨 سي figured out the code C debes L哥 وتكتبها الوحدة كي دي سيئة يمكن له شحن تفرعي إزاحة through the file O دوراني. بنفس الطريقة جمعة قاد يأتي سؤال ماذا يقول لك أكمل جدول كما هذا يعطيك هذا الجدول واذا يقول لك أكمل ملء جدول إزاحة بنفس الطريقة إذا كون يقوم بشحن سجل إما عن طريق X10 أو عن طريق إينيت قادة هنا وش يكتب لك قادة يكتب لك X10 قادة في بلاسته يكتب لك إينيت ووش وظيفتهم ولي وظيفتهم شحن السجل. بالنسبة للطريقة توجد مثلا X10 سوى 10 وصفر يصيب واحد نفي تعيش أو 0 إذا حتمت 0 توفرست A وزيرو بروسات B وزيرو بروسات C وزيرو بروسات D إذا في هذه الحالة توفرست A نشطها مع أنها إرغام على واحد مع أنها تشحن بل واحد نشطة بروسات B إرغام على واحد نشط أقل قلة بS مع أنها إرغام على صفر ونشط أقل قلة بأخير إرغام على صفر إذاً سجل بشتشحن تشحن بلقيمة FtdI 1 و1 0 0 هنا نكره كيه بنسب emerg 1 كيه بنسبة 1 كيه بنسبة 1 كيه بنسبة 0 كيه بنسبة 0 العملتز lige前 ترتدي صار أ سلاح نسيح نقوم بالنسبة عسب المعلومة كيف ينسبة ملكه بنسبة ملكه بنسبة ينسبة كمثل ما أعلوم الاتريium بالسلاح اليوم اليوم نحن عامد امر يقولته ملكه قبل号 الطائر الصحو COMMIT صعودا سنناسبهم على أطلوع الحقيقة إذا لماذا قلنا بكيدي حصل محل الأوسط و tartling Influor وأعلى أن ترتفع الآن هذه الصفلة قادرة وجده الأوسط من كيبي السابق وerezك الأوسط لمعود 10 او تدرج إصابة كيبي تقوم بكيبي سابقة vários أصاب هم لأن الرأس أعطى أن نت原 Tell But There نتع mittluor كيسي الجديدة تقلد كيسي السابقة لها 0 كيسي الجديدة تقلد كيسي السابقة لها 0 وهذه تقلد كيسي السابقة لها 1 كيسي الجديدة 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 تقلد كيسي السابقة لها 0 بابدا إختبار اكملت الجدول الاurat لشحن تف رؤوي وهنا جمعا كملنا شحن تفرعه أزاح يسار دوراني إذاً في حيث وجودنا مجدر ما سوحنا ولانني انقرأ شحن تفرعه إزاح دهوراني وفهمنا بالتفصيل ولا تفهمنا هذا الشلال ولنظر Gas انظرها في الحواف ، رقم出來 وهنا جمعا زنا وصلنا نهاية الحصة وما بقى علي ينقلكم غير سلام اشتركوا في القناة